السلام عليكم أولا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين عنوانها العريض هو الرئيس الولى حاجة سيسي كل سنة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بيخرج علينا بخطاب فيه ارتجال ودايما الخطاب ده بيعد سنة الحقيقة عامل أصداء سلبية عليه وعلى نظامه خطاب النهاردة فيه نقط كتيرة جدا وفيه أكاذيب كتيرة جدا لكن خلينا أقول لحضراتكم حاجة يمكن ما عملتش القصة دي قبل كده لكن أنا يوم القرار التعويم اللي حصل الأسبوع اللي فات يومها نشرت على تويتر فيديو للرئيس الولى حاجة في يونيو 2023 كان السيسي بيتكلم وقتها عن أنه مش هيقبل أبدا بالضغوط اللي من صندوق النقد ومن غيره عشان نعو من عملة ليه يا فخمت الرئيس الولى حاجة لأنه المواطن اللي بيشتري الحاجة والدولار بتلاتين لما يوصل الدولار لخمسين زي ما هو هيحصل الأيام الجاية وحاصل دلوقتي فمعنى كده اللي بيشتري كيلو اللحمة بتلتمية هيجيبه بكام واللي بيشتري مستلزمات الإنتاج بدلوقتي بكده هيجيبها بكام أنا ما أقدرش أعمل كده إحنا ما نعودش في مكاننا إحنا ما نعملش مش عارف إيه إحنا نسيبها ونمشي أحسن أنا مش هقبل بالضغوط ده خطر على الأمن القومي كنت يومها على تويتر يمكن من أوائل الناس اللي أعادوا نشر هذا الفيديو واللي لقى تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغت الناس كلها تتكلم عنه وطلعت يومها اللجانة الإلكترونية المدفوعة من الرئيس الولى حاجة عشان تفند الموضوع أصله أصله مش عارف إيه لو تفتكروا في حدثة طالبة العريش حاولوا يقولوا لكم أن السوشيال ميديا ملهاش قيمة حاولوا يفاهموكم أن كلامكم على السوشيال ميديا ما بيجيبش نتيجة لكن النهاردة للمرة الألف في عشر سنين فاتوا الرئيس الولى حاجة بيثبت أنه بيتهتم السوشيال ميديا مش بيتهز لا أنا يعني أعني الكلمة بالعامية بيتهت بيخاف بيجيب وراء بيتأثر بيرتبك بيتوتر وبيطلع يرد النهاردة عبدالفتاح السيسي مش هكتب المنشطات اللي هي يرد على أسامة جويش وأتمنى الزملاء في السوشيال ميديا حتى ما يكتبوش العنوان ده لأنه ما بيردش علي هو بيرد على السوشيال ميديا اللي اتكلمت وفضحته بيرد على الناس اللي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي أعادوا نشر الفيديو ده واللي بالتأكيد ما كنتش أنا الوحدي كانوا ناس كتيرة جدا نشروا الكلام ده يمكن الواحد عنده شوية متابعين زيادة شوية فالفيديو يعني عمل شوية مشاهدات عندي لكن الناس كلها افتكرت الفيديو ده ونشروه واتكلموا عنه وقالوا له يا بيه يا ولا حاجة انت قلت التعويم خطر تخيل عزيزي المواطن أن السيسي النهاردة طالع يرد على السوشيال ميديا السيسي النهاردة طالع يتكلم عن الفيديو ده تحديدا طالع يوضح موقفه طالع يقولك والله أنا السنة اللي فاتت لما قلت كذا أنا جاي أثبت موقفي هنا يا جماعة انتوا لازم تسمعوا مني لازم أقولكوا طيب يا فخامة الولا حاجة ايه اللي حصل والله اللي حصل نحن ما كانش معنا دولارات بس أصبح معنا دولارات اللي يتفرج علي يومها وامتابع تويتر وامتابع آخر كلام يومها اتكلمت وقلت هيطلع واحد يقول لي ما كنتش عرف ان الولا حاجة هو اللي هيطلع يقول لي هيطلع يقول لي أصلا أيامها ما كانش معنا فلوس لكن دلوقتي معنا فلوس فهقولك انت هتصرف الفلوس دي فين يومها قلت ان فلوس رأس الحكمة ما دخلتش في الاحتياط النقدي في البنك المركزي ما سمعتش أصلا في البنك المركزي ما نعرفش الفلوس فين يومها قلت انه تاني يوم أعلن عن بورجين أيقونيين في أرض الحزب الوطني يومها قلت ان الراجل رئيس الشركة بتاعة العاصمة الإدارية أعلن عن المرحلة التانية من العاصمة الإدارية الجديدة اللي هتتكلف 4.8 مليار دولار ما يعني انها أكتر من 60% من قرد صندوق النقدي الدولي ما يعني انها حوالي 48% من الشريحة الأولى من فلوس رأس الحكمة يعني الولا حاجة هيصرف الفلوس في الولا حاجة وبالتالي هنرجع لنفس النقطة تاني وفكرة ان دخلك فلوس وعملت التعويم ده مش معناه أبدا ان الجزء اللي قلته في الفيديو ان أسعار كيلو اللحمة ومستلزمات الانتاج هتقل بالعكس قلنا ان الكلام ده هيزيد وان الناس دخل على ظروف صعبة جدا ولو تفتكروا يومها كان معايا على هوا دكتور مصطفى شهيد وقال تنتظر المواطنين أو ينتظر المواطنين أيام بالغة السوق ويومها قلت له يعني ايه بالغة السوق اتكلم معايا على الأسعار اللي هتزيد خلاصة الموضوع ان الرئيس الولا حاجة هو عبارة عن ولا حاجة فعلا هو كلمة وبوست وفيديو وهاشتاج وعبارة وبرنامج بيهتوه بيخلوه جيب وراء بيخلوه يطلع يرد علينا لما بنتكلم على السوشيال ميديا اوعى تستقل الكلمة اللي بتكتبها أو الريتويت اللي بتعمله من حد لو انت مش قادر تقول الكلمة دي وهو قالها اوعى يا جماعة تستقلوا بالكلام ده ده شخص فاضي من جوه ده شخص بكل الهيلمان اللي حواليه الا انه ولا حاجة ولا حاجة حرفيا وانا ايوة انا بحاول اثبت الكلمة على السيسي لان الكلمة دي عيب تتقل على مصر